هل استنفذ الإطار أدوات الحل مع باقي الفرقاء واحتكم إلى الشارع رغم ما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع لم يستنفذ الإطار أي من الخطوات القانونية والدستورية الموجودة لديه ولكن الإطار اتخذ موضوع الاعتصام للضغط على الحكومة للضغط على رئاسة مجلس النواب والضغط على الأطراف السياسية وكذلك لإيضاح العدد الحقيقي وشبه العدد الحقيقي الموجود الآن لجمهور الإطار الذي نكل به بعض القوى السياسية وبعض الأطراف وبعض المحللين وبعض القنوات في السابق كانوا يتحدثون عن موضوع الإطار ويتحدثون عن الأعداد التي تخص الإطار والجمهور وما إلى ذلك من المسلمات ما سينما جرى في الانتخابات من أصوات انتخابية كانت هي ثلاثة أضعاف أي من القوى السياسية الموجودة حاليا عندما خرج الإطار يوم أمس بمظاهرات أراد إيصال رسالة إلى الشارع العراقي هذه الرسالة مفادها بأن حماية الدستور وحماية الشرعية وحماية القضاء وحماية مؤسسات الدولة وحماية هذا النظام العراقي بعد 2003 إلى حد هذه النحظة على مساء وأعلى سلبيات على محاسن على إيجابيات في كل هذه الأوضاع هو للحفاظ على هذا النظام خرج هؤلاء الآلاف الذين كانوا يوم أمس في ساحات مرداد وساحات المحافظات مشكورين على هذه الجهود الكبيرة التي أبدلها الشأن الآخر أن نتحدث عن السبل القانونية والدستورية فيما يخص عقد جلسة مجلس النواب فأنا لحد هذه اللحظة لا جواب لأي من الدستوريين والقانونيين والكتل السياسية هل الذي يحدث الآن في مجلس النواب هو قانوني والدستوري؟ هل من الممكن الآن أن نعطل حياة الشارع العراقي وأن نعطل مستقبل الشارع العراقي ومستقبل العراقيين ومستقبل الجمهور العراقي على أثر خلافات سياسية فيما بيننا هناك جوانب أخرى نستطيع اتخاذها بما يخص التظاهرات هي حق دستوري لكل ما يتظاهر ويعبر فيها عن غير